بو ناصر اليوم أول تدريب بغيادة المدرب عبدالله الشلاحي يكلمنا عن الأجواء وحضور الفريق وتعامل مع اللاعبين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم أول تمرين للكبتن عبدالله الشلاحي بعد إغالة المدرب البرازيلي سلفاء يعني بفضل رب العالمين الأجواء إيجابية اللاعبين نفسيا طبعا متغبلين التغيير وسعيدين فيه وبإذن الله رح ينعكس هذا على الفريق في المباراة الغادمة إن شاء الله شنو المطلوب من عبدالله الشلاحي اليوم خصوصا أن نستلم الفريق في هذا الوضع اللي أنت عارف أو لكل عارفة ننادي الجاهرة بالمركز الأخير بالدوري خروج من كاسو للعهد شنو المطلوب من عبدالله الشلاحي في الغادم طبعا إحنا لما قعدنا مع الكبتن عبدالله قبل لا نوقع وياه يعني شرحنا للأمور كلها إحنا مو مركزنا المركز هذا غير مقنع للجهرة والجهراوية نهائيا لكن بإذن الله عندنا ثقة في الكبتن عبدالله أن نحن اتفقنا وياه أن إن شاء الله الفريق رح يبدأ بشكل تصاعدي وبإذن الله يرجع الجهرة لمكان الطبيعي نحن نطالب عبدالله الشلاحي ببطولة لكن نطالب أنه يرجع الجهراء المكان الطبيعي وبإذن الله بجهود اللاعبين وجهود كابتن عبدالله والجهاز الإداري يرجع جهراء المكان الطبيعي والله اليوم انت شايف يعني الفريق حاضر بكامله واليوم عبدالله الشلاحي إضافة للفريق اليوم إن شاء الله سوف تشوفون فريق مغير تماما في خيطان مع أنه هو استلم ومتأخر بس عبدالله الشلاحي إن شاء الله سوف يغير نظرة اللي ونحن فيها skills إن شاء الله يرجعنا للجهرة إلى وضع الطبيعي متفاعلين يعني؟ إن شاء الله متفاعلين ما نعمل لكل التفاعل أصلا